الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحاباته أجمعين نعمة اللسان نعمة عظمى من الرحمن لها شأنها العظيم وعلى الرغم من ذلك خطرها كبير ولذلك حجزها الله بحاجزين حاجز من العظام وهو الأسنان وحاجز من اللحم وهو الشفتان لنتق الله فيما نقول لنحفظ اللسان عما لا يليق لأنه متى أطلق اللسان ولا يذر الإنسان بما يتكلم يعلم أنه يسير في طريق الشيطان قال تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن قل ما هو جميل قل ما هو مبهج قل ما هو يبعث على العمل الصالح وعلى النفع لماذا يا رب؟ إن الشيطان ينزغ بينهم طريق الشيطان هو طريق اللسان إذا لم يقومه أهل الإيمان ولذلك استقامة الإيمان باستقامة اللسان قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه هذا هو عنوان استقامة الإيمان لا بد أن يراعي هذا الإنسان هذا اللسان كما تراعيه جميع الجوارح في هذا الجسم والأركان قال صلى الله عليه وسلم إذا أصبح العبد فإن الجوارح تكفر اللسان تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا بل إن كمال الإيمان بحفظ اللسان قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أي حق الإيمان في كماله وفي بهائه وفي جماله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت اللسان قد يجرح به الإنسان نفسه وأهله ومن معه بل يحول الحياة إلى جحيم هناك من يستهزئون بالإنسان هناك من يجرحون المشاعر هناك من يكذبون هناك من يزورون ليتق الله هؤلاء في أنفسهم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب كلها جرائم لسان بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب من هذا يا رب قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أهل النميمة وأهل المشاكل التي تقع بين العباد يحضر من لسانهم قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أهل الفسق باللسان وأهل الألفاظ الخارجة ليتقوا الله في أنفسهم قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعاذ بالله ينبغي أن نراعي هذا اللسان الذي قد يصعد بنا إلى أعلى علهين وقد ينحط بصاحبه إلى أسفل سافلين قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن الرجل لا يتكلم من الكلمة من سخة الله لا يلقي لها بالا كلمة عادية من ضمن الكلام الذي يتكلم به لا يلقي لها بالا يهوي بها والعاذ بالله في جهنم ولذلك قالوا احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الأقران لسان قد يدخل الإنسان به في الإسلام وهو نفس الآلة التي قد يخرج بها هذا الإنسان من هذا الدين العظيم من الإسلام اللسان قد تسبح به الرحمن وقد تسير بسببه في طريق الشيطان ولذلك يجب أن نلجأ إلى خالقنا وأن ننظر في أقوالنا قبل أفعالنا وندعو خالقنا اللهم قوم ألسلتنا وقلوبنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اشتركوا في القناة